السلام عليكم ورجعنا لكم بالجزء الثاني من التحديث وأول شيء بنتكلم عنه هو الطيارة الجديدة سي سبارو بسعر مليون وثمانمائة ألف هي طيارة لشخصين لكن ما هي جديدة بالكامل إنما مجددة والنسخة الأصلية كانت في جي تي اي سان أندريس لكن تم تطويرها وتحسينها لجي تي اي في الطيارة زي ما احنا عارفين برمائية أي أن يمديك تهبط على الأرض أو فوق البحر لكن إذا جيت تهبط فوق البحر فحاول تنزل بسرعة مناسبة لأنك إذا نزلت بسرعة كبيرة فالطيارة رح تقلب غواصة ولازم تدفع التأميين عشان ترجعها من التعديلات عليها عندنا أضافة دروع تحسين المحرك تحسين الهاندلينج أو التعشيق تغيير اللون الأساسي تغيير اللون الثانوي وعندك خيارين لإضافة الأسلحة واحد رشاش والثاني صواريخ وطبعا ما عندك أي طريقة لاتفادي الصواريخ ورح تنفجر الطيارة من صاروخ واحد المود يكفي أربع أشخاص ثلاثة بيستلمون سيارات شرطة والشخص الأخير رح يكون الهارب المهم هنا أن الشرطة يحاول يمنع الحرامي من الوصول للشيك بوينتز قبل ما يخلص الوقت المود ممتع جديد وعليه دبل فلوس واربي لمدة أسبوع من هنا ننتقل للخصومات ونبدأ من محل الأسلحة خصم على كل الأسلحة الإدوية على كل أنواع الدروع وعلى كل أنواع المتفجرات أما بالنسبة للمركبات فعندنا خصم على فابد هاستلر بقيمة 200 ألف هندرد نينتي زد بقيمة 225 ألف ألباني هيرمس بقيمة 100 ألف وفانتوم ويج بقيمة 700 ألف تقريبا وبكذا أكون وصلت لنهاية المقطع ليعطيكم العافية على المشاهدة لا تنسانا من اللايك والاشتراك وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله اشتركوا في القناة